لو في مرة نمت في السينما وحلمت بأحداث أفضل من أحداث الفيلم اللي المفروض تكون بتتفرج عليه فتأكد يا عزيزي إن ده لا يعني إن جواك صانع أفلام موهوب وتأكد كذلك إن ده ما يدكش الحق إن بعد كده كل ما تشوف فيلم ما يعجبكش تقعد تشخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو ريمانيسنس أحداث فيلم ريمانيسنس بتدور في المستقبل القريب الاحتباس الحراري رفع منسوب مياه البحر وغرق مدينة مايامي وفي مدينة مايامي بيعيش المحارب القديم نيك بانستر وبيدير مشروعه الصغير والمشروع ده عبارة عن جهاز بيسمح للناس إنها تعيش لحظات من مضيها وفي يوم من الأيام نيك بيقع في غرام واحدة من زبائنه اسمها ماي ولما ماي بتسيبه بيلاقي نفسه أسير لذكرياته معاها وبيصمم إنه لازم يكتشف هي ثابته ليه وراحت فين حتى لو تحقيقاته دي تعني إنه لازم يواجه الجانب القبيح من المدينة فيترى إيه اللي حيحصل ريمانيسنس هو فيلم نيو نوار في إطار خيال علمي وشوية بوست أبوكاليبتك وتصنيف النيو نوار ده عادة بيجي معه شوية تصنيفات فرعية رومانسية على جريمة على غموض يعني إحنا أمام فيلم غني جيلنا من مخيلة كذلك غنية لأن ده هو الفيلم الأول لمؤلفته ومخرجته ليسا جوي وليسا جوي مش غريبة قوي علينا لأنها صانعت مسلسل وست وورل بالشراكة مع زوجها جوناثان نولن أخوه كريستوفر نولن وجوناثان نولن بيشارك في إنتاج الفيلم ده على فكرة فمن العدل إننا كنا ننتظر بعض البصمات النولانية وإحنا بنتفرج والفيلم بالفعل فيه بعض أبعاد الإبتكار والالتواءات الذكية وحاجات تانية كتير ممكن المشاهد يستمتع بيها لو قدر يصمد في النص الأول من الفيلم النص الأول من فيلم ريمينيسنس أبطأ مني وأنا بعمل مراجعة لأي فيلم لأ معلش أنتوا ما تقدروش تتخيلوا أنا بطيء لأي درجة أنا شفت بعيني الملل وهو بياكل في الناس اللي كانت معايا في السينما ناس بتتاوب وناس عينيها بتتقل وناس إيديها بتضعف لدرجة أنهم ما بقوش قادرين يمسكوا الفشار فيه واحدة ستة قررت أنها تقوم تمشي وما تكملش الفيلم لأن فلت منها شخورة صغيرة كده وتلاقيها يعيني تكسفت أنها تقعد وتكمل الفيلم لحسن الناس تشوفها لما النور يولع كنت عايزة أقول لها ما تتكسفيش يا مدام أنتي مش لوحدك يا مدام نامي يا مدام جماعة أنا عارف أن فيه أفلام كتير إيقاعها بيكون بطيئة عن أصد وأفلام النوار عادة بتكون بطيئة في مرحلة البناء يقولك من أجل الاحتراق البطيئ بس فيه أفلام بطيئة وفيه أفلام بطيئة جدا وفيه أفلام بطيئة جدا لدرجة أن الناس اللي في السينما تشخر وبعيدا عن الهزار أنا حاسس أن يفاهم السبب ورا القرار ده بخصوص الإقاع أتصور أنه كان مقصود أنه يبقى أداة تشتيت للمشاهد لأن فيه مفاتيح كتيرة جدا اترامت في النص الأول من الفيلم ولما الإقاع يكون بطيئ جدا والتركيز الأكبر يكون على الجانب الرومانسي ممكن يكون الفيلم بيأمل أن الناس ما تكونش منتبهة بالقدر الكافي ودي مخطرة كبيرة لأن يشوفت بعيني الناس وهي بتتخطى مرحلة أنها ما تبقاش منتبهة بالقدر الكافي وبتوصل لمرحلة أنها تفقد الاهتمام تماما خصوصا وأنك مش مدينا حاجة نستمتع بيها الحاجة الوحيدة الصالحة للاستمتع في النص الأول من الأحداث هي أداء ريبيكا فيرجوسن في النص الثاني من الفيلم بقى الأمور بتتحسن شوية على مستوى الإقاع الأمور ما بتجريش يعني هي بتفضل بطيئة بس على الأقل في حاجات بتبتدي تحصل واللي مخاخ بتبتدي تشتغل بنبتدي نفكر مع نكو بنحاول نسبقه للإجابات بنشوف تسلسلين أكشن ببساطة رائعين واحد فيهم على المستوى البصري مبهر بنبتدي نستوعب أبعاد قصتنا في الصورة الكبيرة صورة المجتمع وإزاي بيعاد تشكيله في الواقع القاسي ده اللغز بتاعنا مش صعب يتحل بس مش سهلة قوي برضو وصورة المجتمع اللي أمامنا مش عميقة قوي عشان نستوعبها بس مش سطحية قوي برضو النص التاني من الفيلم يمكن النظر لي كإنجاز فقط عندما ننظر لإنجازنا الشخصي بإننا وصلنا له بسلام فيه اختيارات درامية وفنية كتير الفيلم تبناها وفنياخت منه بجانب استخدام الإقاع البطيء كعامل تشتيت لخدمة الغموض أكتر حاجة مزعجة دايقتني وأنا بتفرج هي استخدام أسلوب الراوي وهي كمان مرة من الأدوات المعتادة في أفلام النيو نوار لرفع مستوى التوتر ولإعطاء المشاهد الإحساس بقد إيه الأمور بقت شخصية عند المحقق بتاعنا عشان يقدروا يحددوا إيه هي طبيعة المشاعر اللي بتكتاحه بس فيلم ريمانيسنس بالتحديد أنا عاوز أقول إن الفصول بتاعت القصة تكفلت بالموضوع ده إحنا عارفين كويس هو لقى إيه في مي وعارفين كويس هو افتقد إيه برحلها عارفين الألم اللي هو بيعاني منه وعارفين صعوبة تاريخه فالوقت اللي إحنا ضيعناه مع الراوي كان ممكن نستخدمه بشكل أفضل زي مثلا إن إحنا نحاول نخدع المشاهد شوية أصل بصراحة الفيلم فيه مشكلة تانية وهي إن كل حاجة بتطلع على الشاشة بيتم استخدامها في حل لغزنا الرئيسي زي ما يكونوا بيدونا كل القطع بتاعت اللغز وبالترتيب اللي المفروض نستخدمها بيه كمان بس بالرجوع لموضوع الراوي ده ما قدرش أقول إنه كان ليه تأثير على أداء هيو جاكمان لا بشكل سلبي ولا بشكل إيجابي شخصيته تصميمها كان جيد بشكل عام وأداءه كان كويس أنا مش فاكر أغلبه الحقيقة باستثناء يمكن مشهد واحد قرب نهاية الفيلم وهو بكل تأكيد أفضل مشهد في الأحداث كلها المشهد اللي فيه حل اللغز بتاعنا في لحظة بتندمج فيها كل عناصر القصة وبتتداخل فيها كل العناصر السينمائية عشان نوصل لأكبر تأثير عاطفي ممكن على المشاهدين اللي هم الحب اللي فضلوا يعني والعنصر الأكثر تقلقا في المشهد ده هو بكل تأكيد برضو ريبيكا فيرجسون هو أداءها بشكل عام تقريبا أكتر حاجة طلعت من الفيلم فاكرها هي بتلعب دور المرأة الفاتنة الفتاكة برضو مكون معتاد في أفلام النيونوار والتعائدات اللي في شخصيتها بتخليها هي كمان من أصحاب التصميمات الجيدة جدا بس هي بقى ما عندهاش المنغس بتاع الصوت اللي عمال يحكي لنا كل حاجة بتعملها وكل حاجة بتفكر فيها فإحنا معتمدين بالكامل على اللي هي بتقدمه عشان نقدر نقرأ شخصيتها والست وفت بكل تأكيد يعني ريبيكا فيرجسون من الممثلين اللي بيتحركوا للأمام حتى لو الفيلم اللي هي فيه بيسحب كل البقيين للخلف ريمانيسنس فيلم كويس ولكن تجربة مشاهدة صعبة ما هواش ممتع في أغلب أوقاته وصبر المشاهدين عليه ما بيتمش مكافئته بشكل سخي أظن إنه شيء إيجابي إننا عندنا محاولات لإعادة النيونوار للمشهد السينمائي المعاصر وإن المحاولات دي بتدمج ما بين العناصر الكلاسيكية والأدوات الحديثة عشان تتواصل مع المشاهد بشكل أسهل بس أنا متأسف عشان مضطرة أقول إن التركيبة دي في الفيلم ده مشتغلتش بشكل كويس تقييمي لفيلم ريمانيسنس هو خمسة ونص من عشرة أنا ممكن أقول على الفيلم ده حاجات كتيرة قوي بس مقدرش أقول عليه فيلم وحش مناقشة الحلقة من منظوركم الشخصي من هي أفضل ممثلة جسادة دور المرأة الفاتنة الفتاكة في تاريخ السينما ياريت تسهموا برأيكم في الكومنز ألف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو انستجرام وباي باي